أكد مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري أن النظام الصحي في قطاع غزة يقف على شفيرة الهاوية مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع على مدار مئتي يوم أشار مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن مستشفى فقط من 15 مستشفى ومن أصل 36 يواصلون عملهم على نحو جزئي في ظل نقص التواقم الطبية المتخصصة ونعدام الوقود والكهرباء مما تسبب في وفاة الكثير من المرضى والمصابين لافتا إلى أن 85% من مجمل سكان غزة نزحوا عن ديارهم وباتوا يعانون من تدهور حاد في خدمة الصرف الصحي وخطر ناجم عن التعرض للإصابة أو الوفاء جراء القصف موسيقى 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 موسيقى